قدمت أنا من 2013 و إجي اسمي بالوجبة الثالثة وين؟ على الناحية الوحدة و القصاصة إجي الاستثناء حولت إلى بابل قالوا بابل زينة و توزعوا و الحمد لله هاي من 2016 يمكن أنا من 2016 قدمنا على الواسط بس القصاصة عدي ما أقوم حس أستاذ إحنا مو المواضلة هنا أنت من تجيني لا تجي تسولف لي قطعة الأرض و قطعة الأرض و قطعة الأرض أكو امتيازاته هاي أنت وطن ما منطي نكب الوطن والله صدقني اليوم إحنا المواضلة الرئيسية هذه لو خلصنا من عده سكنت جرحة كل الأمور الباكرة أنا أسأل على قضية وطن بس إنت لا تجين قطعة الأرض بالمناطق النائية طبعا أنا كان بدي اليوم أحتفل باحتفال آخر و كان بدي أطلع باحتفالية تكون بها غناة تكون بها أناشيت تكون احتفاء حقيقي بأبطال الجيش العراقي بجرحة الجيش العراقي أحبتنا و إخواننا هاي الرابطة أنا متواصل وياهم منذ فترة طويلة جدا و أعرف أغلب اللي موجودين بيها و علاقتي بيهم طيبة و عيش معاناتهم بالرغم من أنه أنا مو عسكري ولا يدخل بالقضية لكن أحس بيهم أنه أصحاب فضل علي أنا كمحمد و أصحاب فضل علي كل العراقيين هم و الشهداء اللي راحوا فهل من المعقول أنه اليوم السياسي وهو نداء و مناشدة من توك شو و من قناة WTV قناة وطن بكل ألوانها بكل ما موجود فيها إلى رئيس الحكومة البرلمان العراقي و وزارة الدفاع و المحافظين جميعا أنصفوا جرح القوات المسلحة أعطوا لهؤلاء حقوقهم لأنهم أصحاب فضل مثل ما تعرفون أنتم و نعرف إحنا وجادوا بالنفس وهو غاية الجود في الختام شكرا جزيلا لضيوفك أنا معي عباس شكرا لك عباس حياك الله أستاذ أنا قبل لا تختم البرنامج أنا قلت لك ببداية حديثي أكون معظلة نخلص منعدها نحيل الجرحة كلهم للتقاعد أتمنى يأخذونه بهذا المقترح بالراتب الكلي و نخلص من معادلة تعديل القانون وغيرها وغيرها أبو شهد حياك الله وكل عام ونتبه لفخير مرة ثانية شكرا جزيلا لك محمد البطل ورحب أغلى ما يملك الإنسان هو العين أستاذ محمد كل إنسان عده أمنية أمنيتك شنو؟ هاي كاميرتي هاي أحشوها أمنيتي أنه قابل السيد رئيس الوزراء يا سيد القائد العام القوات المسلحة قابلنا واسمع مشاكلنا اسمع حمومنا أنت مسؤول مننا تو بالمناسبة سبق أنا اليوم فاتتنا هاي القضية نسيتها قبل ما أختم سبق وأن التقيتوا بالمرجعية والمرجعية أشادت بكم ورحتوا وكنت فعلا وكان احتفاء المرجعية بكم واحتفاء مشرف لأنكم حقا أصحاب فضل على العراق قبل